موسيقى هذه نشرة السامنة صباحا وفي عنوينها موسيقى وزير النفط الكويتي يعلنوا أن المكسيكا فشلت الاتفاق الذي توصلت إليه دول أوبك لخفض إنتاج النفط والرياضة تؤكد أن الاتفاق غير ممكن من دونها موسيقى رغم إعلان وقف إطلاق النار التحالف السعودي يواصل غاراته على اليمن وصنع ترى عدم الجدية في السلام موسيقى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاذمي يؤكد أن السيادة خط أحمر ويعلن أن القوات الأمنية ستقوم بحصر السلاح مليون وستمائة ألف مصاب بكورونا حول العالم ونحو مائة ألف وفاة والأمم المتحدة تدعو إلى إجراءات فورية لتلاف انتشار الفقر بمستوى غير مسبوق موسيقى المتحالفون معها بشأن خفض إنتاج النفط بواقع عشرة ملايين برميلا يوميا الذي تم التوصل إليه أمس فيما أكد وزير الطاقة السعودي لرويترز أن اتفاق أوبك بلاس يتوقف على انضمام المكسيك يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد سرامب أنه أجرى مكالمة هاتفية ثلاثية جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بفوتن والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن خفض إنتاج النفط لرفع الأسعار في ضوء تنام وانتشار كورونا في روسيا وتراجع أداء الاقتصاد الوطني على خلفية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية توجه الرئيس الروسي فلاديمير بفوتن إلى الأمة الروسية داعيا إياها إلى التكاتف في وجه التحديات التي يواجهها البلد داخليا وخارجيا سلام العبيدي تواري الرئيس الروسي عن الأنظار لبضعة أيام شجع على انتشار شائعات حول احتمال إصابة فلاديمير بوتن بفيروس كورونا أثناء زيارته المستشفى الوبائية واحتكاكه المباشر لساعات بمديره دينيتس براتسينكا الذي نال منه الوباء لكن الرئيس الروسي قطع الشك باليقين عندما ظهر مترأسا اجتباعا لكابينة الأزمة بمشاركة ممثله في الأقاليم فلاديمير بوتن استبقى الاجتباع بإيقالة عدد من رؤساء الأقاليم الذين فقدوا الثقة بهم وقبل ذلك أعلن القائد العام بوتن حالة تأخب قصوى لمواجهة خطر كورونا تضمنت من الإجراءات انزال الحرس الوطني الروسي إلى الشوارع لصيانة الأمن وحماية سلامة المواطنين والمؤسسات الحيوية اللافت أن الاجتماع نقل مباشرة على الهواء واغتنمه الرئيس لمخاطبة الأمة فيما وصفها بمرحلة تحديات صعبة تمر بها روسيا الرئيس الروسي لم يذكر كل التحديات لكن تقارير مراكز دراسات بثت حتى على قنوات التلفزة الرسمية تحدثت عن واقع ابتزاز روسيا من خلال حرب النفط لجرها إلى مساومات في قضايا مصيرية مثل انتماء القرن والإبقاء على معاهدات خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وأخرى مبدئية مثل دعم سوريا وبنزول التقارير تقول أيضا أن الدولة العميقة تحرك قيوط الدمى في هذه المسرحية أما الأدوار فموزعة على كل من السعودية والبرازيل والنرويجي فيما يخص النفط وفيما يخص الضغط الداخلية فالدور أنيط بالجناح الليبرالي الذي لم يفقد تأثيره في مؤسسات الدولة مدعوما من بعض أقطاب طبقة الأوليغارشية بوتين انتصر في معركة أخرى لكن الحرب على النهج الذي تمثله روسيا لم تنتهي بعد سلام العبيد بوسكو الميادين بعد ساعات على إعلانها وقف إطلاق النار في اليمن استهدفت مدفعية التحالف السعودي مناطق متفرقة في مديرية منبه الحدودية مع جيزان غرب محافظة صعدة شمال اليمن كما أدى استهداف مدفعي لمدينة الدريه من جنوب الحديدة إلى استشهاد مدنيين اثنين هذا وشن الطائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على مجازة الغربية الحدودية بين عسير وصعدة على النقيض من مقترح صنعاء لإنهاء الحرب والدعوة الأممية لوقف إطلاق النار جاء إعلان التحالف السعودي بوقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين فقط مع إبقاء الحصار والحظر الجوي على اليمن إعلان يبدو أقرب للحجر الصحي والمناورة والتقاط الأنفاس منه إلى وقف الحرب هذا ما قاله عدو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء سلطان السامع للميادين معتبرا الإعلان بصيغته تلك التفافا واضحا على مطلب الوقف النهائي والدائم للحرب بالنسبة لإيقاف الحرب لمدة أسبوعين فهي لعبة جديدة لا ندري ماذا يحضرون بعد الأسبوعين ومع ذلك سنظل جاهزين لأي شيء يتم الإعداد له وفي حين رأى سياسيون ومراقبون في إعلان التحالف خطوة ومقدمة مهمة تؤسس لإنهاء الحرب قال سياسيون ومسؤولون يمنيون إن الإعلان ينطوي على عدم جدية سعودية وقبل ذلك أمريكية في التوجه نحو السلام ووقف الحرب العبثية يعزز ذلك استمرار الغارات الجوية السعودية على مناطق صعدة وحجة والجوف وما يرافقها من هجمات ميدانية في عدة جبهات كلما كان يتم الإعلان عن هدنة كان يتم أيضا نسفها بعد الإعلان بساعات وهذا ما كتعودنا عليه وشعبنا شعب صامد وكادر على المواجهة وينص مقترح صنعاء بوضوح في بنوده الثلاثة على إعلان الوقف الدائم والنهائي للحرب وإنهاء الحضر الجوي قبل إطلاق عملية سياسية يمنية يمنية تؤسس لمرحلة انتقالية جديدة بإشراف أممي عقب تنفيذ بنود هذه الوثيقة وهو ما تجاهله كليا تحالف الحرب أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي قال إن استمرار التحالف السعودي في التصعيد يؤكد أن تصريحاته مجرد مناورات سياسية وأكد أن رؤية حكومة صنعاء تلبي طموح الشعب اليمني بالحدود الدنيا ولا تعكس المكاسب العسكرية المحرزة أكد الحوثي جاهزية حكومة صنعاء للسلام مشيرا إلى أنها ما زالت تنتظر رد المبعوث الأممي دعوة السعودية إلى وقف إطلاق النار تبدو تجاوبا مع الضغوط الدولية لمنع انتقال كورونا إلى اليمن لكن الرياض ربما تراهن على هدنة تأمل منها شراء الوقت لإعادة ترتيب وضعها العسكري في محافظة الجوف في الشمال اليمني قاسم عز الدين الإشارة إلى هدنة قابلة للتمديد سبقتها إشارة السعودية أثناء قصف طائرات التحالف السعودي نادي الفروسية بأنها لا تسعى إلى التصعيد يبدو أن الرياضة تعاول على استراحة لالتقاط الأنفس تحتمي طراقة حرب الأسعار وانتشار الوباء في السعودية فهي على وقع تهديد الجمهوريين بالتراجع عن حمايتها تستشف ما ينوء به ترامب في محاولته التملص من حبل الجائحة بإلقاء المسئولية على نظرية المؤامرة في الصين ومنظمة الصحة العالمية أخشى ما تخشاه السعودية هو اختلال الموازين لمصلحة قدرات صنعاء الصاروخية في وقت يمكن أن يؤدي فيه استهداف أرامكو هذه المرة إلى شماتة أمريكية وعالمية بما جنته على نفسها براقش لكن ما يزيد الطينة بلة على ابن سلمان هو تهاوي حكومة هادي أمام جماعات الإمارات في عدن وتعز وسقطرة وفي خلافات الوزراء مع رئيسهم ما ينزع ذريعة الشرعية التي فقدت جدية استخدامها ليس فقط من أجل احتلال اليمن بل من أجل المساومة مع صنعاء أيضا صنعاء التي تمتلك زمام المبادرة تهدد السعودية بالاتجاه إلى حسم الحرب باتجاه مأرب بعد استعادة الجوف أو الجنوح إلى السلم وفق المبادرة الوطنية الشاملة بينما تتخيل الرياض إمكانية تعزيز قواتها وقت وقف النار حول مدينة الحسم ومعسكر اللبنات لاحتلال الجوف ربما في سبيل التفاوض من موقع لا يرغمها على التراجع والاعتراف بالهزيمة لكن من يسعى للقفز خطوة إلى الأمام عليه أن يتراجع خطوتين إلى الوراء وصف رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاذمي السيادة بالخط الأحمر التي لا يمكن المجامل فيها في أول خطاب له بعد التكليف لفت الكاذمي إلى أن القوات الأمنية ستقوم بواجبها بحصر السلاح الكابينة الوزارية التي سأقدمها في أسع وقت إلى مجلس نواب الموقع مع البرنامج الحكومي ستكون حكومة خادمة للشعب حكومة خدمات خادمة للشعب بالأفعال وليس بالأقوال والجميع بدون استثناء يتحمل مسؤولية دعم هذه الحكومة وإنجاح خطواتها والمشاركة في خدمة الشعب بكل تأكيد لن تكون حكومة معزولة لن تكون حكومة غرف مغلقة وأسار تتعاحد حكومة بأن تكون في خط الدفاع الأول لحماية العراقين وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن اعتذار عدنان الزرفي عن الانسحاب من التكليف بتأليف الحكومة قال صالح أن عملية التكليف شهدت سجالات حادة بين السياسيين وتوافق جميع القوى على اختيار الكاظمي عبدالله بدران كلف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية تكليف بعد تكليف كان ثلاثتها نسخا يتوالى على ملامحها ما يستجد من تعقيد يعتر المشهد السياسي العراقي ويزيده تشابكا منذ استقالة عدل عبد المهدي في نهاية 2019 على وقع الحراك وشغور منصبه وتلاحق الأحداث بدل اضطراب في إدارة التناقضات شاخصا وبرزت محاولات الانتقال بالبلاد دستوريا إلى ضفة آمنة عسيرة مستصعبة ضرورات المرحلة حتمت تغيير الأولويات والتخفيف من تشدد الشروط المطلوب توفرها في من يرشح لرئاسة الحكومة على النقيض من ذلك فمع توالي ثنائية التسمية والرفض كانت فجوات الخلاف في حوارات الكتل تتسع وتزداد وطنيا الأزمة عراقية الهوية سياسيا المحنة في الحيز الشيعي تحديدا بين قياداته وقاعدته فما كان إلا أن تداعت خمس كتل شيعية كبيرة لمشاورات مكثفة أسفرت عن قرار بتسمية مصطفى الكاظم رئيس جهاز المخابرات تكليف الكاظم الذي بدى مستغربا بعد رفض الزرف لا يخفي أن كتلا استدارت ولو مرحليا متجنبة المتاعب مع واشنطن ومعولة عليها بلحاض عوامل اقتصادية ضاغطة ورهان بغير ضمانات المرشحون للكاظم درأوا تأويل المراقبين لخطوة الترشيح بأنهم ألزموه بتعهد ثلاثي حمل الأمريكيين على سحب قواتهم من العراق عدم المساس بمؤسسة الحجد الشعبي وتهدئة الحراك بقرارات وإجراءات فاعلة فيبقى السؤال كيف سيتسنى للكاظم التوفيق بين هذه التناقضات والجواب قد تحمله المرحلة المقبلة ولكن الدور الأمريكي هو الثابت في العملية برمتها عبدالله بدران بغداد الميادين نشر تنظيم جديد في العراق يطلق على نفسه اسم المقاومة الإسلامية في العراق أصحاب الكهف مشاهد تظهر استهداف رتلن الجيش الأمريكي الأربعاء الماضي الشريط الذي عرضه التنظيم الجديد والذي لم يتسنى لنا التأكد من صحته يظهر مشاهد لرصد رتلن أمريكي يتجه من أربيل إلى محافظة صلاح الدين قبل أن يتم استهدافه بعبوة ناسفة تتبعها عبوة ثانية الجيش الأمريكي لم يصدر أي تعليق على الهجوم علما بأنه في العاشر من شباط فبراير الماضي تأكد للميادين استهداف آليات تتبع شركة أمنية تنقل معدات عسكرية للسفارة الأمريكية في بغداد ولم يعلن الأمريكيون الأمر مستمرون بتقديم السامنة صباحا وتتابعون فيها بعد فاصل قصير كوريا الشمالية تواصل التدريبات العسكرية من جديد مرحبا بكم تجاوز عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا حول العالم أربعة وتسعين ألفا فيما ناهز عدد الإصابات مليون وستمائة ألف الولايات المتحدة سجلت 22 ألف إصابة جديدة ونحو ألف وخمسمائة وفات لفوق عدد الإصابات لديها أربعمائة وخمسين ألف إصابة في أوروبا سجلت فرنسا أعلى نسبة وفيات اليوم بعد وفاة ألف وثلاثمائة وواحد واربعين شخصا هذا وتجاوز عدد المتعافين من الفيروس حول العالم ثلاثمائة وخمسين ألفا طالب رئيس اللجنة المعنية بالمؤسسات المتعددة الأطراف التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تد يونغ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدرس أدهنوم وذلك بتقديم إضاحات بشأن استجابة المنظمة لجائحة فيروس كورونا يونغ اتهم أدنوم بالتغاضي عما قال إنه كذب الصين واتهمه بالتقاعس عن تقديم معلومات موثوقة بشأن المخاطر المتعلقة بالفيروس في رسالة وجهها إلى أدنوم رأى السيناتر الأمريكي أن منظمة الصحة العالمية فضلت تهنئة الصين بدل إدانتها على التعتيم الذي مارسته في قضية الفيروس قررت السلطات التركية إبقى أسواق الفواكه والخضار والألبان الشعبية مفتوحة لكنها دعت للحذري نظرا إلى سرعة انتشار الوباء في مثل هذه التجمعات محمود واثق لم تغب أصوات الباعة والزبائن والشجاراتهم المعتادة حول أسعار البضاعة من الأسواق الشعبية الأسبوعية بالرغم من تحذيرات السلطات من خطر انتشار وباء كورونا عبد القدير أغلو أحد باعة الفواكه الذي لم يغب عن هذا السوق حتى في زمن كورونا لكنه لا يخفي قلقه من خطر قد يهدد حياته وحياة عائلته ليس أمام خيار سوى المجيء إلى هذا السوق لطالما كان مصدر رزقي أنا لا أريد أن أخسر الزبائن وفي الوقت نفسه أنا خائف وقلق من سرعة انتشار وباء كورونا عملنا يعتمد في الأساس على المردود اليومي ولا يمكننا البقاء في منازلنا من دون عمل الأسواق الشعبية في الساحات المفتوحة أو المغطاة تعد إرثا ثقافيا تهتم بها السلطات التركية وتنتشر في جميع المدن والأحياء لتعرض أمام المستهلك الخضر والفواكه الطازجة بجميع أصنافها إضافة إلى الحليب والألباني ومشتقاتها ولا سيما لضو الدخل المحدود وبأسعار أقل بكثير من الأسواق العادية الأسواق الشعبية دائما تقدم المنتجات الأجودة والسلع الأفضل وهذا لن تجده في الأسواق العادية الأخرى أشعر بخوف وقلق كبيرين من أن أصاب بوباء كورونا الجميع هنا خائف لكن ليس هناك من حل آخر نراعي المسافة الاجتماعية في السوق لكننا نتوقع حدوث أي شيء وفي أي وقت خلال تواجدنا في مثل هذه الأسواق وعلى الرغم من تفشي وباء كورونا في مختلف مناطق استنبول حيث تتجاوز نسبة الوفيات والمصابين في هذه المدينة الستين في المائة من إجمالي الأرقام في تركيا أبقت السلطات على الأسواق الشعبية مفتوحة مع تأكيد ضرورة مراعاة التعليمات الصحية لا تتوقف حركة البعاء والشراء في هذا السوق الشعبي وغيره من الأسواق الأسبوعية رغم مخاطر انتشار كورونا بسبب الاحتكاك والتزاحم الأمر الذي قد يزيد من خطورة توسع انتشار الوباء وخصوصا بين الأحياء الفقيرة محمود واسق استنبول الميادين منذ بداية أزمة فيروس كورونا في لبنان حتى الآن تغير الجو الطائفي المشحون إذ نالت أعمال الحكومة وجديتها شبه إجماع حولها وزادت من ثقة اللبنانيين بها كما ظهر واضحا تضامن اللبنانيين بعضهم مع بعض سارة الحاف أهلا بكم ما إن جرى الأعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان حتى بدأ تسييس الأزمة تسارعت الدعوة لوقف الرحلات بين بيروت وإيران قبل أن تتخذ أي دولة مثل هذا الإجراء واحتدم النقاش وانقسم اللبنانيون سياسيا كذلك على عزل مناطق دون أخرى واتخذ الموضوع أحيانا بعضا طائفيا ومناطقيا لكن بعد فترة وجيزة بدأت النفوس تهدأ خصوصا بعد التأكد من مصدر الحالات الأولى في لبنان ومسرعة الحكومة اللبنانية للتعامل مع هذا الوباء ومع هذه الإجراءات التي عكست جدية في العمل تغيرت نظرة غالبية اللبنانيين ومقاربتهم للأزمة المستجدة عمل الحكومة التي تمكنت حتى هذه اللحظة من تفادي كوارثة عاجزت أكثر الدول تطورا عن تفاديها وحد اللبنانيين خلفها وأعادت ثقة ببلدهم وما إلحاح اللبنانيين على العودة إلى بلادهم من دول أوروبية كانت ملاذا وحلما لهم لسنوات عديدة سوى مثال صارخ على ذلك مواقع التواصل الاجتماعي عكست ما يمكن أن نسميه إجماعا وطنيا وأجواء نظيفة غير مشحونة طائفيا ومن ينشط على تلك المواقع تطالع عبارات الشكر والدعم الذي تتلقاه الحكومة برئاسة الدياب وعلى وجه الخصوص وزير الصحة اللبناني حمد حسن التضامن مع بشره هو أحدث الأمثلة على التفاف اللبنانيين حول بلدهم الذي يعرفون جيدا ما سيكون مصيره لو تزامنت أزمة كورونا مع فراغ حكومي ولعل ما كتبه الأعلامي داني حداد هو ما يختصر المشهد إذ قال لا يمر يوم من دون أن نلقنا درسا جديدا في التضامن الإنساني شكرا نقولها لوزير الصحة الرجل يكاد لا ينام ويتحمل ضغوطات يعجز المتمرسون في السياسة عن تحملها في الأمس وزير سماه حزب الله حل في بشر ليطلع على أحوال أبنائها ومن أصيب بكورونا منهم خطوة مشكورة حب ذا لو ينتشر فيروس المحبة في ربوع جمهورية لم تعرف ربيعا حقا منذ سنوات دعت الأمم المتحدة وعشرات الوكالات التابعة لها الحكومات إلى تطبيق خطوات فورية لمنع وقوع أزمة ديون مدمرة وانتشار الفقر على مستوى لم يعرفه العالم من قبل تقرير جديد صادر عن وكالة تاسك فورس للتمويل والتمية دع الحكومات إلى اتخاذ خطوات فورية للحؤول دون وقوع أزمة ديون مدمرة وإلى معالجة الدمار الاقتصادي والمالي الذي جلبه فيروس كوفيد 19 وحدد التقرير خطوطا عريضة لمعالجة أثار الكساد العالمي السائد والمحنة المالية ولسيما في البلدان الأشد فقرا التوصيات الواردة في التقرير تقوم على أبحاث وتحليلات أجرتها منظومة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وستون وكالة تابعة للأمم المتحدة ولمؤسسات دولية أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تدريب عسكري آخر قبل اجتماع للبرلومان أسأل إعلاما كوريا الشمالية قالت أن التدريب الشمالة وحدات المشات التي أطلقت قضائف المورتر على أهداف وهو الأحدث في تدريبات للجيش الكوري الشمالي التي تجرى منذ شهر نذكر بالعنوين رغم إعلان وقف وزير النفط الكويتي يعلن أن المكسيكا أفشلت الاتفاق التي توصت إليه دول أبك لخفض إنتاج النفط الرياض تؤكد أن الاتفاق غير ممكن من دونها رغم إعلان وقف إطلاق النار التحالف السعودي يواصل غاراته على اليمن وصنعات را عدم الجدية في السلام رئيس المزرع العراقي المكلف مصطفى الكاذم يؤكد أن السيادة خط أحمر ويعلن أن القوات الأمنية ستقوم بحصر استلاح مليون وستمائة ألف مصاب بكورونا حول العالم ونحو مائة ألف وفات والأمم المتحدة تدعو إلى إجراءات فورية لتلاف انتشار الفقر بمستوى غير مسبق تفاصيل أوفاء حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت من لغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة دمتم سالمين اشتركوا في القناة